السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي الوحدة الخامسة إذن في هذه الحصة سنتطرق لموضوع في الإملاء حول كلمات يخالف نطقها رسمة من كتاب المنير إذن ماذا نقصد بهذا العنوان؟ كلمات يخالف نطقها رسمة يعني هناك كلمات في اللغة العربية كما هي في جميع اللغات وفي اللغة الفرنسية كذلك هناك كلمات ننطقها ولكن في نطقها اختلاف عن كتابتها نكتبها بطريقة وننطقها بطريقة يعني في بعض الحروف يعني مشي الكلمة ككل ولكن بعض الحروف فيها مثلا يعني هناك بعض المرات هناك بعض الحروف نحذفها في الكتابة ننطقها ولكن في الكتابة نحذفها وهناك كلمات يعني حروف لا تنطق ولكن نكتبها إذن هذه هم الاختلافات فعليش هذا الموضوع تطرقنا له في الإملاء لأنه حنا خصنا نتبعه يعني اللغة العربية يعني خصنا نكونوا نكونوا نكتبوه بحال بحال كما مثلا هالتلميض غير يكتب هذا حتى الآخر خصو يكتب هذا إذن ففاش غدي يمليع لك الأستاذ في القسم ويفتيع لك هذا فهناك من سيكتبوها هكذا بهذه الطريقة وهناك من يسمعوا هذا إذن إلا تبعنا النطق خصنا نكتبوها هكذا ولكن إلا تبعنا الإملاء والقاعدة خصنا نكتبوها هكذا إذن هذا هو الصواب هذه بذبا في اللغة العربية خطأ لماذا؟ لأن هذه الكلمة خالفت نطقها رسمها خالفت نطقها كتابتها فالصواب هو أن نكتبوها هكذا ولهذا هذا الموضوع لجد دخلناه في الإملاء لأن الإملاء سيملع عليك وأنت تنصت وعندما تسمعوا هذه الكلمة فيجب أن لا تكتب العلف هذا هو الموضوع لليوم هذا هو الإشكال هذا هو اللي خلنا ندرسه هذا الدرس في مادة الإملاء إذن سنقرأ النص إذن النص يقول أسماك الحوض قال داوود لاحظوا داوود أنا نطقت واو إذا تبعنا مثلا النطق رغمنا ندره هنا الواو واحد الواو هنا إذن هذه الكلمة خالف نطقها رسمها إذن هنا شنو بغينا نقوله بأن هذه الكلمة خلصنا نطقها داوود وخلصنا نكتبوها هكذا ماشي غادي نطقوها داوود ونكتبوها داوود خطأ هنا الخطأ فاش في النطق وكذلك لنطقناها داوود خلصنا ما نكتبوهاش داوود ونزيدوه هنا الواو فسيكون خطأ يعني خلصنا نحترمو هذه المخالفة خلصنا نحترموها هي مخالفة يعني هناك خلاف بين النطق والرسم إذن هذا بالنسبة لداوود قال داوود مدير حوض السمك تسبح في هذا إذن هذه كلمة أخرى خالف نطقها رسمها في هذا الحوض أنواع متنوعة من الأسماك منها طاووس كذلك طاووس نطقنا الواولة ولم نرسمها طاووس البحر له ذيل جميل والسمكة الذهبية لها زعانف عريضة ذات ألوان صفراء وحمراء وهذه كذلك هذه الكلمة خالف نطقها رسمها الأسماك تتغير ألوانها في وقت تتاوش نعطيكم مثال مثلا في اللغة الفرنسية مثلا فاش نجيو كنقوله إلا تبعنا إلا تبعنا النطق ما غديش نكتبوها هكذا هذه الكلمة في اللغة الفرنسية خالف نطقها رسمها إلا تبعنا النطق سنقرأها طنبس إذن هذا هو اللي بغينا نقوله ولكن نحن ننطقها لطنب ولكن نكتبوها بهذه الطريق إذن هذا هو اللي هذا هو اللي سنفهم اليوم بإن كذلك عندما كنا صغارا كنا يعني نحار صراحة نحار مثلا لكن كنلك كتب لكن هكذا كم من مرة كتبنا لكن هكذا ولكن هي في الحقيقة هكذا لماذا؟ لأن هذا الألف محدوف فهذه تعتبر من المحدوفات في اللغة العربية وهذه الكلمة يخالف نطقها رسمها رسمها إذن ننتقل إلى هذا الجدول استخرج من النص الكلمات التي يخالف نطقها رسمها إذن عنا نطقها إذن لاحظوا الكلمة هذا نطقت الهاء ممدودة يعني نطقناها بالآلف يعني في هذا المكان حدفت آلف تنطق ولكن في الكتابة حدفت إذن طاوص نطق الواو ممدودا إذن هنا نحن نطقها بجد الواو ولكن نكتبها بواو واحد كما قلت إذن حدفة واو المد هنا حدفة آلف المد هنا لكن حدفة لام المد إذن كذلك لاحظوا لكن أتكلمت عليها إذن لكن يعني في حقيقة وكان دائبة حاليا اللي مازالك يكتب لكن هكذا لأن إذا ما درس هذا الدرس هذا فهذا الدرس يجب أن يكون واحد في تغيير تحول فهذا الدرس في غاية الأهمية بالنسبة لمادة الإملاع لأن هنا سوف يجب أن تفهم تفهم الأمور كم من مرات طرحنا هذا السؤال إذن في اللغة العربية توجد كلمات يخالف رسمها نطقها مثلا هؤلاء كذلك هؤلاء هنا حدفة آلف لاحظوا كنقولوا هنا حدفة آلف المد بعدها التنبيه هنا أولئك إذن هنا حدفة كذلك آلف بعد اللام هنا هذه حدفة آلف ولكن الصواب هذا والصواب هذه الكتابة الصحيح إذن أنطق هذه الكلمات وأصف كيفية نطقها ورسمها إذن هذه الكلمات تنطق إذن إلا بغنا فهي تنطق هؤلاء إذن نطقها هذا رسمها إذن سنحدد نطقها سنكتبها حسب نطقها ولكن ليس صحيحا إذن سنكتبها حسب نطقها إذن هؤلاء إذا تبعناها حسب نطقها سنكتبها هكذا ولكن خطأ هذا نطقها ليس رسمها بالنسبة لأولئك كذلك أولئك هذا هو نطقها ثم هذه هذا هو نطقها ولكن رسمها الصحيح هو هذا إذن كتبناها بنطقها ولكن هذا هو رسمها إذن ننتقل إلى استنتيج تحدف الألف في بعض الكلمات رسما وتثبت نطقا مثل أسماء الإشارة وتحدف الواو في بعض الأسماء رسما ولا نطقا مثل رسما لا نطقا مثل داود وطاوس إذن ننتقل إلى أطبق إذن هنا الكلمة المطلوبة سوف نعطي بعض الكلمات إسم يحدى فواوه رسما ويثبت نطقا إذن هنا سوف نحدد واحد لإسم يحدى فواوه رسما مثلا ويثبت نطقا إذن مثلا سوف نأخذ داود إذن داود تبت الواو نطقا ولكن حدي فرسما كيف نقول تبت يعني كاين وهي ضد حذف التبت هو ضد حذف إذن في النطق كاين الواو ولكن محدوفة في الكتاب إسم إشارة مثلا ذلك ذلك إذن حذفت الألف كتابة ولكن تبت نطقا إسم شخص يحدف الواو فيه رسما مثلا يحدف الواو فيه رسما مثلا سوف نأخذ طاوس إذن حذف الواو رسما كين عندنا مثلا العكس إسم شخص إذن هنا سوف نقلبه إذن هنا سوف نقلبه طاوس أتضير هنا طاوس وهنا داود هنا ما الكلمات التي لدينا الكلمات هي محدودة لا نقلبه يعني الكلمات التي يخالف نطقها رسمها هي قليلة قليلة جدا إذن طاوس هي الاسم وهنا الاسم دير الشخص نعم إذن بالنسبة للناسخ الحرف فعن لكن لكن إذن لكن يحدف أليفها رسما ولكن يتبث نطقا يعني كان نطقها ولكن ما ما كان كتبوه هناك الذي أريد أن أقول هناك بعض الكلمات العكس مثلا يكتب الحرف ولكن لا ينطق نعطيكم مثال دي المئة دي المئة فمئة تكتب هكذا مثلا عمر عمر لاحظوا كيف تكتب عمر هذه الوو تكتب ولكن لا تنطق مثلا ألو ألو إذن هذه الوو كاينة ولكن كنقول ألو الأرحام ألو هذه الوو لا تنطق ولكن تكتب ولهذا مرة تجد النطق يتبت والكتاب لا تتبت والعكس صح إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول كلمات يخالف نطقها رسمها من كتاب المونير في اللغة العربية للسنة الخامسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر